سلام بنات كيف تدري اللبس عليكم تمنى تكونوا بي خير يا ربي فيديو اليوم كيف ما كتشوفوا غيكون عبارة عن كوكيز براوني نتمنى يعجبكم وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادر وطريقة تحضير وهذه هم المقادر غنحتاجه هنا يمسين قرام زبدة نوازات دوب تحت تتبخر منها تمام من قاعد الحليب اللي فيها غنحتاجه مياه وخمسين قرام سكر اسمر غنحتاجه ميز قرام سكر ابيض هنا ما كانش عديم توفر الابيض سعملت هذا تقريبا زوج كسان دقيق عنا هنا تقريبا خمسين قرام شوكولات اللي كون فيه الحليب وخمسين قرام شوكولات اسود غنحتاجه السكر فاني بيضاء شوية ديال الملحة وتقريبا زوج معالق ديال الخميرة الكيموية وهنا كيف ما كتشوفوا غديت هنا انا وضع فيه زبدة وسكر ونختمهم مسيان حتى ندامجه مهم هناك كيف ما كتشوفوا دفت سكر الاسماء ثمار غنخلط مرة اخرى مزيان هاتشي مع بدياته حتى ندامجه لقاء العناصر وماتمشيو فين خليكم مع الفيديو باش تشوفوا باقي المراحيل وهنا يضفت بيضاء فانعود نخلط ثاني مرة اخرى اخرى وهنا كيف ما كتلاحظو انه لون الخليط تبدل فيه هنا غنحبس تحرك ونضيف دب النواج اضفت هنا يا نص مع القادلة الملح وسكرفاني مع القادلة سكرفاني غنحركت جيدا اضفت حين شوية بشوية اضفت حين شوية بشوية اضفت مرة اخرى اضفت تبايزو جمع القصغار دي الخميرة وصافي هنا يا غمقام استمره هكا نضيف الطحن شوية بشوية حتى نسلي الكمية اللي عندي من بعد غنضيف الشوكولات ونجمع الخالط اشتركوا في القناة وهنا يا انا استعملت زوجك الانواع دي الشوكولة استعملت شوكولة بالحليب والشوكولة عادية سوداء يمكن تكتفي وغير بنوع واحد ماشي بالضرورة بزوج بهم اللي متوفر اشتركوا في القناة وهنا يا صافي ثاليت من بعد مجمع الخالط اعطيت اغنضيف دعبا ندخلو للتلاجه هكاك مدة نص ساعة تقريبا ومن بعد نخرجو باش نشكلو اهنا يا دازت نص ساعة خرجت العجين شكلتو هنا يا قويرة كبار سوف ندخل بلطة الفرن مدته ايدياله من 10 دقيق ل 12 دقيق على درجة حرام 170 درج وهذا هو شكل نهائي دياله كيفاش كيجي قدمته هنا مع الحليب نتمنى يجبكم وتجربوا ان شاء الله وإلى عجبكم الفيديو ما سبخلوش علي بلايك وباش شيرك وشكرا نلقا ع الناس اللي كيدعموني شكرا اللي كون بزيف بزيف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة